النهاردة هنعمل مع بعض السينابون رولز الشهير عشق الملايين هنعمله بأسهل وأسرع طريقة كمان هنتعرف على طريقة عمل الحليب المحلق المكسف اللي بنستخدمه في حلويات كتير وكمان هنعمل مع بعض سوس الكرامل بطعمه الغني وقوامه الجميل بس قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعالوا بنا يلا نبتدي مع بعض هنحتاج كوباية من الحليب الدافئ ولازم يكون دافية علشان الخميرة وملعقة كبيرة من الخميرة وزارة ملح وبيضة في درجة حرارة الغرفة ولازم تكون في درجة حرارة الغرفة علشان الخميرة هنضيف فانيليا ويفضل نضيف فانيليا سيلة وكمان هنضيف أربع ملاعق كبار من السكر سكر حبيبات عادي وهنقلب المقادير دي كويس مع بعض علشان نضرب البيض وعلشان كمان السكر يدوب معانا بعدين هنضيف ملعقة كبيرة في درجة حرارة الغرفة من الزبدة ولو مش عندك زبدة ممكن تستخدمي سمنة يعني لو مش عندك الزبدة متوقفيش الوصفة كلها على حاجة ممكن تستخدميها بحاجة تانية هي بس الزبدة بتكون أخف من السمنة دلوقتي أنا ضفت ثلاث كبايات من الدقيق المنخول ولازم يكون منخول والثلاث كبايات مش هرمية لكن هما ثلاث كبايات ممسوحين هنعجنهم كده كويس الثلاث كبايات كانوا كويسين جدا لكن ممكن يحتاجوا ملعقة واحدة بس من الدقيق وممكن ما تحتاجيش يعني أنا احتاجت ملعقة واحدة بس من الدقيق لأن العجينة كانت ملزقة بزيادة هي العجينة بتاعت السينابون لازم تكون ملزقة شوية لكن مش ملزقة قوية هتشوفوها دلوقتي يعني لما حطي ايدي التانية زي ما انتم شايفين كده مش هتكون ملزقة هي الايد اللي بتلزق اللي بيكون فيها العجين لأن ده شيء طبيعي لكن لو غسلتي ايدك وحطتيها في العجينة هتلاقيه مش بيلزق هو ده القاوم اللي احنا محتاجينه ما تكتروش الدقيق علشان العجينة ما تبقاش مكتومة معاكم بنساوي العجينة كويس كده وبعدين بناخدها على مكان دافي وبنغطيها طبعا لازم بستريتش او ممكن نغطيها بفوتا نضيفة هنسيبها في مكان دافي لو في الصيف ممكن تاخد ساعة الا ربع لكن لو في الشتاء ممكن تاخد ساعة ونص على ما تخمر وفي الفترة اللي احنا هنسيب العجينة علشان تخمر فيها هنبتدي نشتغل في الصوصات هنعمل الاول صوص الكرامل هنجيب طاصة ونحطها على النار وهنضيفها كوبايتين من الحليب وكوباية الا ربع من السكر سكر حبيبات عادي وتوم لملعقة من الكربوناتو او بيكربونات السوديوم وملعقة صغيرة مليانة من الفانيليا السيلة وهنقلبهم كويس في المرحلة دي في البداية احنا بنكون معاليين النار لكن مش هنرفع ايدنا من الطاصة هنفضل كده في مرحلة التقليب المستمر وبمجرد ما يبتدي يغلي الحليب احنا هنلاحظ ان هو بيرتفع هنجيب ملعقة خشب وهنحطها على الطاصة او على الحلة اللي هتستخدموها الملعقة دي بتمنع ان الحليب يخرج من الطاصة ويتدلدأ كده مننا على البوتاجاز لان انتو عارفين الحليب لما بيغلي بيبتدي يفور كده وبلغبط الدنيا على البوتاجاز فالملعقة الخشب دي بتتفادى المرحلة دي بنفضل نقلب فيه كده على طول مش هنشيل ادنا من الطاصة الحليب كل ماله ما بيغلي ويرتفع لكن كل ما بيقعد فترة بيبتدي حجم الحليب يقل علشان بخار المياه طبعا بيتبخر فكمية الحليب بتبتدي تقل وكمان هيبتدي يدخل في مرحلة الكرمالة وكل شوية هنلاقي ان لونه بيصفر بزيادة شايفين اللون تغير ازاي؟ احنا بنعل البوتاجاز شوية ونوضي البوتاجاز شوية علشان الحليب ياخد وقته وبرحته ويتكرمل بطريقة صحة شايفين دخل في مرحلة الكرمالة فعلا القوام ابتدى يتقل اول ما يبقى القوام بالشكل ده خلاص كده انا هطف عليه النار لاني انا مش محتاجة انه يكون اتقل من كده هو بيكون خفيف شوية وهو سخن لكن بمجرد ما بيدخل التلاجة ويععد ساعة بيدقل خالص معانا فانا مش هخليه اكتر من كده على النار علشان ما يمررش وكمان علشان ما يتقلش اكتر من اللازم باخد الخليط ده خلاصه وبحطه في برطمان انتو هتحطوه في برطمان وهتقفلو عليه كويس وهتحطوه في التلاجة انا حطيتو في البولة علشان انا عايزاكم تشوفوا القوام شكله ايه وهو سخن وهيبقى شكله ايه بعد ما هيقعد في التلاجة بنحطه في برطمان وبنقفل عليه علشان ما يبقاش عليه وش كده من فوق وكمان علشان ما يسكرش معاكم فانا خلاص دلوقتي هاخدو وهحطوه في التلاجة لغاية ما هخلص باقي المقادير وتختمر معانا العجينة دلوقتي هنعمل مع بعض الحليب المحلق المكسف في الكبه او في الخلاط المتوفر عندكم اللي اتنين ينفعوا هحطو كباية مليانة من اللبن البدرة وكمان كباية مليانة من السكر الحبيبات العادية وهضيف كمان نص كباية من المياه السخنة ولازم المياه تكون سخنة علشان القوام يتقل معايا وكمان علشان السكر يدوب بسهولة معايا هنضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السيلة الفانيليا السيلة دي بتخلي ريحة الحليب المكسف وطعمه زي الحليب المكسف اللي احنا بنشتريه الجاهز بالزبط هنبتدي نشغل الكبه او الخلاط شغلوها فترة كويسة يعني انا شغلتها حوالي اربع دقايق متصلة علشان اوصل للقوام اللي انا محتاجا هنضيف شوية ملح صغيرين كده اقل من تم ملعقة كان المفروض اضيفهم في البداية مع باقي المكونات لكن انا نسيت المهم ما نفضل نضربهم كده في الكبه حوالي اربع او خمس دقايق لغاية ما الخليط يتجانس تماما ويبتدي القوام يتقل معنا خلاص كده تمام هو ده القوام اللي احنا محتاجينه هناخدهم وهنضيفهم كده في بولا او هنضيفهم جوه برطمان يفضل في برطمان علشان نقفله كويس علشان ما ينفعش نحطه في التلاجة وهو مكشوف الوش بتاعه هينشف وممكن يسكر ده القوام اللي احنا محتاجينه طبعا هنشيله في التلاجة لغاية ما نخلص باقي السينابون وهيكون تقل معنا دلوقتي العجينة خلاص اختمرت بنجيبها على الرخامة وقبل ما نحطها على الرخامة بنرش الرخامة بشوية دقيق لان العجينة بتكون ملزقة شوية بنبططها علشان نخليها على شكل مستطيل انا باخد من الدقيق اللي على الرخامة علشان انا مش حبة اكتر الدقيق برضو المنشبة اللي احنا بنفرد بيها بنحط عليها دقيق علشان العجينة ما تلزقش فيها العجينة بتكون سهلة جدا ومرنة وسهلة خالص في الفرد مش هتاخد معاكم اي مجود ولا اي وقت هنسويها على الاطراف علشان يبقى شكلها مستطيل علشان وحنا بنقطعها يبقى شكلها متساوي انا سويتها على الناحيتين وبعدين هجيب حوالي ملعقتين او تلاتة من الزبدة المزابة يعني بتكون سيحة شوية علشان تبقى سهلة معايا في الدهن بدهم بيها كل السطح بتاع العجينة الدهن ده بيساعد لي ان العجينة تبقى لما رولها هتبقى طبقات كده مش لزقة ببعدها وجميلة الدهنوها كويس جدا وده اللي احنا هنرشه في طبقات الرولز ملعقتين من السكر الحبيبات وملعقتين من القرفة هنخلطهم مع بعض بصوا بقى في فكرة عايز اقولها لكم لو في ناس ما بتحبش القرفة ممكن تستبدلوا القرفة دي بملعقتين من النسكويك او الكاكاو يعني انا احيانا بحط ملعقة من القرفة وملعقة من النسكويك واحيانا ما بحطش قرفة خالص لان احنا انا عندي في البيت ما بيحبوش القرفة فانا بستبدلها بالنسكويك بحط ملعقتين من السكر الحبيبات وملعقتين كبار من النسكويك وبخلطهم كويس وبرشهم كلهم على العجينة العجينة بتاخد كل الكمية دي ما تقلقوش وبعدين برولها زي ما انتو شايفين كده وببتدي اسويها واضغط الرول كده علشان يبقى تخين معايا اضغطوه ايوة زي كده يعني اضغطوا عليه ودوسوا عليه بقيس المسافة حوالي 3 صوابع بين كل واحدة والتانية وهقطع الرول ده وانتو بتفردوه بالمنشبة ما تخلوش رفيع ولا تخين يعني يخلو الطبقات تكون وسط لو رفيع قوي هيبقى رؤية وممكن يتقطع منكو ولو تخين قوي هيبقى زي العيش كده وهيبقى منظر ومش لطيف وحجم السينابون هيبقى كبير زيادة عن اللزوم يعني الحجم الوسط كده حوالي نص سنتي بيبقى حلو قوي جدت صانية وده هنتعق دهنوا بالسمنة او الزبدة وبعدين ببتدي ارس فيها الرولات بتاعة السينابون انا بحب اسد السينابون من تحت كده زي ما انتو شايفين بشيل العجينة الطرف كده وبحطه من تحت علشان بخاف السكر يلزق في الصانية ويتحرق من تحت السينابون فلما بشد العجينة من تحت كده ببطنها فمش بتتحرق هو ده الحركة اللي انا اقصدها وبعدين بضغط على السينابون من فوق لانه بعد ما هيختمر ويدخل الفرن ممكن يطلع له قبه كده من فوق فانا علشان كده بضغط عليه من فوق شوية كده ضغطة بسيطة لو مش عندكم زبدة ممكن تدهنوا بسمنة على فكرة هو بس ميزة الزبدة ان هي بتكون خفيفة شوية عن السمنة تمام كده الوش برضو بنديره دهنة بسيطة من الزبدة او السمنة لو انتم مش متوفرة عندكم الدهنة البسيطة دي بتخلي الوش يبقى طاري معاك وكمان بتخلي السينابون ياخد لون جميل في الفرن لو مش عندكم الزبدة زي ما اتفقنا ممكن تستبلوها بسمنة يعني حاولوا تتصرفوا كده متوقفوش اي وصفة على مكون بسيط خالص اتصرفوا تمام كده بسيبوا لغاية ما يختمر ده شكله بعد ما اختمر انا سيبته نصف ساعة بالزبط طبعا الحجم زاد يبقوا سيبوا مسافة بين كل واحدة والتانية علشان ما يضغطوش جامد تمام كده بعد نصف ساعة بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده هدخله على فرن ساخن على 180 درجة على الرف العلوي وهسيبوا في الفرن ممكن ياخد مسافة 24 دقيقة او 26 دقيقة المهم ابقوا تابعوه وبعد ما يخرج من الفرن انا بغطيه بكيس علشان وشه ما ينشفش وبسيبه لما يهدى خالص يعني بسيبه حوالي نصف ساعة وبعدين بجيب الحليب المحلق المكسف انا خرجته من التلاجة شايفين القوام تقلوا بقى عامل ازاي بقى زي الحليب المحلق المكسف بالزبط اللي احنا بنشتريه وده قوام الكارامل سوس الكارامل بالطريقة دي على فكرة رائع جدا 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 مهما وصفتلكم ريحته عاملة ازاي يعني بصوا ممكن تجيبه عيش كايزر او توسته وتحشوه بيه وتكلوه طعمه رائع جدا جدا ولا ممرر ولا سكره بزيادة لا سكره مزبوط جدا بالطريقة دي افضل مليون مرة من سوس الكارامل اللي احنا بنكرمله بالسكر وبعدين بنضيف عليه باقي المكونات بصوا ممكن تشلوه في التلاجة بالشكل ده في برطمان الكارامل وتحطوا الحليب المكسف في البرطمان التاني وتقفلوا عليهم كويس اهم حاجة لما تشلوه في التلاجة تقفلوا عليه كويس بعدين بجيب السينابون بعد ما خلاص هدي وما بقاش سخني يعني استحمله كده بيدي وبحط عليه الحليب المحلق المكسف علشان انا لو سقيتوا بالحليب المحلق المكسف هو سخن هيشرب كل الحليب وهيبقى شكله كده مش زريف وممكن ينفيش معاكم وممكن تخلطوا ملعقة من الكارامل وملعقة من الحليب المحلق المكسف وتسقوهم بيهم او ممكن تضيفي في الكابة واحدتين من مكعبات الجبنة الكريمي جبنة كيري او اي جبنة كريمي ممكن تحطي ملعقتين من الجبنة كريمي وتضربيهم مع الحليب المحلق المكسف في الكابة وتسقي بيهم السينابون واغلب الناس بتعمل كده على فكرة بس انا بحب اسقيهم بالحليب المحلق المكسف وازينهم من فوق كده بصوص الكارامل وكمان ممكن تضيفوا عليها شوكالاتة صوص الشوكالاتة ممكن شوكالاتة سبريد او شوكالاتة سايحة اللي هي شوكالاتة المطبخ بيبقى شكله جميل والاطفال بيحبوه جدا جدا الكارامل بالشكل ده بيكون فعلا فعلا مثالي جدا للتزين افضل مليون مرة من صوص الكارامل التاني اللي احنا بنعمله بالسكر المكارمل عايز اقول لكم ريحته وطعمه في منطقة الروع والجمال بمجرد ما بيخرج من الفرن وبنغطيه بالكيس وانت بتكشف الكيس كده هتشم ريحة رهيبة كمان بعد ما بنحط عليه الحليب المحلق المكسف والكارامل بتبقى ريحته اجمل بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره ريحته مفحفحة كده وبتمل البيت كله هقطع السينابون معاكم دلوقتي علشان تشوفوا الطبقات قد ايه هي جميلة وحلوة شايفين الطبقات مش متماسكة زي والطبقة جميلة ورقيقة يعني هي وسط ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة علشان كده كنت بقول لكم وانتو بتفردوا العجينة ما تخلوهاش رؤياءة قوي وما تخلوهاش تخينة علشان ما تبقاش زي العيش لازم العجينة تكون ملزقة شويتين كده مش ملزقة كتير قوي علشان تبقى خفيفة معاكم زي الاسفنج انا بحاول اوضح لكم قد ايه السينابون طاري وهش وعمل زي القطنة بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وقفادتكم هستنى شوف رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبكرة باذن الله هنتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم مطبخ ناهد فاروق